مجلس الشورى هذا يهدف إلى تسهيل الحصول على السجلات التجارية والموافقات على مزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى تلاف التأخير في منح مقدم الطلب شهادة بالقيد في السجل التجاري كما ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والذي يهدف إلى حماية الرمال البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية هذا وواصل المجلس مناقشة التقريرين التكمليين بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادة 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم 3 إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية وقرر المجلس التوافق مع مجلس النواب الموقر برفض الاقتراح بقانون والذي يهدف إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومين عمل عدى إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشراء إلى بداية الأسبوع أو نهايته المشروع الذي اليوم كان يناقش هو مشروع لتعديل بعض مواد المرسوم بقانون المنظم للسجل التجاري والحقيقة اللجنة كانت ملاحظة أنه في بعض الحاجة حتى لما قدم كمرسوم بقانون لتأديره لتسهيل إجراءات تقديم المشروعات أو إنشاء مشاريع أو الاستثمار وبالتالي تسير على المستثمرين ليس في الموافقة المبدئية وإنما في الإجراءات اللجنة كانت متفقة مع قرار مجلس النواب برفضة من حيث المبدأ وافق عليها المجلس لكن طبعا بقي الآن أن نتقدم أيضا كلجنة أو مجموعة من أعضاء اللجنة بمشروع متكامل يخدم نفس الأهداف ويعزز مكانة البحرين فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وأيضا خلق التنافسية بخصوص استخراج الرمال من البحر وهذه القانون يحد من استخراج الجائر لبعض الشركات اللي يعني يستخرجون الرمل ويضرون البيئة يضرون الشعب المرجانية ويضرون بيوت السمك في البحر يعني كان أول ما في قانون يمنع هذه الشيء فحين هذه القانون يمنع هذه العملية ولكن فقط بتوصية من مجلس الوزراء إذا كان في مشروع يعني لفائدة اقتصاد البحرين ترجمة نانسي قنقر